هلا والله وأكيد بالنوتات البنات في لق اليوم أول يوم دراسي في ترمي التخرج في الجامعة فمحاضرتي كانت الساعة 9 ونصف فزحيت الساعة 8 تقريبا نزلت المطبخ على طول عشان أفطر هذه ضريبة اللي تابع مسلسلة كوري قبل ينام تخيلوا أني أبي أفطر نودلز وأفطرت طبعا نترت هذا النودلز لأنه سريع التحذير لأنه لا يخلق أطبخ هذه النودلز صراحة جربتها بس للي يجي مطبوخ هذا أول مرة أجربها بس والله خلص فطور المتواضع بس الدقائق وعشان تليم الأندومي وردي فرحت جوب تليتها وردي فطور أبدا مصحي أبدا صراحة طعمة لا بأس يجي منه لكن كان طعمة خفيف شكل كثرت مويا المهم أخدت مشروبي والمويا وجيت الغرفة عشان أتجهز بديت أول شي بالميكوب بعدها هيده هو الأوتفت حبيت ألبس شي شوي رسمي فأخترت قميص أبيض أوفرسايز وتحتها هذي البيسيك البيضة بنات خيال مرحلوا اللبس سويت شاري في جهاز لبيل بنات أحلى فير ناسب شاري خيال هذي شمت الجامعة من تومي بنات خيال قلبي يتقطع وانا أصورها من كثر ما هي حلوة بعدين بديت أحد فيه الأشياء اللي أحتاجها بالدوام واللي هي أهم شي بطارية وشاحن أكيد سماعاتي نظرتي اللي فايدتها بس أرفع فيها شاري وعنت أني بالضمير أخذ قلم وستيكرز ومحدد وأطري خطتها مرة خفيف بطاقة الجامعية أهم شي لأني ما رح أدخل بدونها وأكيد أخذت قلوس ومحدد وروج وطبعا أكيد لازم قهوة لأنه دوامي من الساعة 9 إلى الساعة 4 لكم أن تتخيلوا لكني strong woman وأقدر أتحمل هذا الوقت كل في الجامعة المهم خلصت قهوتي وحطيتها في المك وشوفوا لي البابلز بس هذا أكثر منظر مغرب الحياة ونسيت ألبس إكسسوراتي فلبست حلق وشويت خواتم وساعة وبرضو نسيت أغير شرباتي فغيرتها وبكذا نكون جاهزين بعدها طلت الجامعة لطول والمحاضرة كانت بادي لها تقريبا ربع ساعة لكن ترفون أول يوم دراسي ما حتي حاصل قد أخير المهم المسجدين كانوا حفلة صراحة بيترهم ما شو الله ما قدرت أمشي في طلات الحوش طبعا المحاضرتي كانت ثلاث ساعات في طلات الساعة 12 وكنت ميت أجوع فطلت لي ماك بعدها طول بدت محاضرتي الثاني لأن كان بينهم بريك ساعة واحدة وهذا كان تقييمي لليوم خلصت المحاضرة وعالة طول ما أصدقتها لله أرجع البيت وأكذب I am not strong women المهم الجو صراحة كان لطيف شوي قلت لبيت الساعة 4 وشي تقريبا على طول أول شو سويتها شغلت المكيف لأني قلت المامو ما شغلتها فرجيت الغرفة مرة تطبخ بدلت ولبست الريح بالدراما بالحياة كلها الله العظيم هذا الأيام أفضل شي تكونوا اللي مدومين إنكم تشغلوا لهم مكيف المهم بعدها على طول قيلوا لا للأسف أني نمت في الميك أب المهم ساعة 6 تقريبا نمت ساعتين بس فأول شو سويت لما قمت من ساعة الميك أب بعدها رتبت هذه الحوسة رتب شوي بالحياة المهم بعدها أخدت الإكسسورات برضو رجعت أمكانها بعدين أخدت الملابس الوصخة حطيتها في السلة عشان أن ننزلها بعدها لطول كلمت أخوي وطلعت البقالة عشان أشتري فطور البكرة لأنه ما رح أعيد الغلط أبدا أفضل نودلز المهم اشتريت حلوم وحليب واشتريت نكهات قهوة عشان أجربها الصباح صراحة شفت هذا التوست مرة يحمس بنات تخيلوا شوفوهم بالعسل مرة يومي بجر وأعطيكم ريئة المهم وصلت للبيت وبرتب الأشياء في الثلاجة وبعدها طلعت أنا وابنات خالاتي نتاعش تترفوا المكافأة أوها نازلة فخلينا ندلعهم دين رجعت الغرفة الحنونة طبعا هذه الفترة قد أحاول أشرب معي كثير لأني مرة ما أشرب بعدها كان واصلني أوردر من يومين وقلت أفتحها معكم الأوردر وصلني من ميكاف فور ايفور 52 هذه المرة الثانية اللي توصلني من عندهم منتجات صراحة منتجاتهم خيال شوفوا المقطع اللي قبل كنت تتكلم فيه عن بعض منتجاتهم اللي وصلتني المهم هالمرة أسلولي فكس بلس راح معجر رابتها هذه المسكرة صلتني من المرة الأولى وأنا مهوسة فيها تجنن هذا روج بناني درجة الروج الأحمر اللي تاخذ اللي أقل وما حقلوس الحلو فيهم بنات تخيلوا أن ميكابهم أصلي وأسعارهم مرة حلوة مرة متحمسة للفكس بلس فأجربها وقل لكم رأيي وبرضو فيه اثنين اي لينر بنات الاي لينر سوادة فاهم مرة فاهم والثاني يجيكم كذا كريمي بنات مرة كريمي انتم تجيب سهولة مرة بقمنتد بعدها أخذت فيتامينات قبل النوم وبس والله عد بروح أنام وانتهى يومي تصبحونا لخير